بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وبناتنا الطلبة وطالبات الصف الثاني الصناعي أهلا ومرحبا بكم ودرس جديد ومراجعة عامة في مادة التطبيقات التكنولوجية وبرنامجكم في بيتنا مدرسة وارجعت لكم تاني في مادة التطبيقات التكنولوجية المادة الجميلة اللي كلنا بنحبها اللي بقينا نربط فيها الحياة العملية بالتطبيقات المعرفية والنظرية التمادة اللي احنا على طول بنربط فيها اللي بيحصل قدامنا ما بين تأثيرات القوى في الحياة العامة ما بين القوى اللي بتشد والقوى اللي بتضغط والقوى اللي بترفع وقوى رد الفعل والقوى المعلقة ومجموعات القوى اللي بتأثر كلها ونربطها ونحسبها ونجيب محصلتها وتأثيرها وزوياها النهاردة جايلكم بحلقة مهمة جدا في مادة التطبيقات وحنراجع على كل الأبواب بإذن الله اللي موجودة عندنا حاخد كل باب ونتكلم في الجزئيات النظرية وبعدا ما نتكلم في كل جزئية نظرية حنروح نحل عليها مسائل أول باب كان موجود عندنا كان باب القوى وعرفنا أن كلمة القوى هي مؤثر يحاول في تغيير حالة الجسم حالة الجسم اللي ممكن تبقى إيه؟ اللي ممكن يكون ساكن يعني واقف أو ممكن يكون متحرك يبقى القوى هي مؤثر يحاول في تغيير حالة الجسم من السكون إلى الحركة أو من الحركة إلى السكون يبقى كده بيحاول غير في حالة الجسم وقلنا أن لو عندي مجموعة قوى بتأثر على جسم فمجموعة القوى دي حيبقى تأثيرها في نقطة حنقول أن في محصلة للقوى دي زي ما يكون 3-4 بين شدة عربية مثلا وعطلانة وبالتالي محصلة القوى دي حتكون مجموعة المحصلة دي حتكون هي قوة تعمل عمل قوتين أو أكثر طيب المحصلة دي ممكن تكون جاية من قوتين القوتين دول ممكن يكونوا في اتجاه واحد يبقى أكيد المحصلة بتاعتهم هي مجموعة القوتين ممكن تكون المحصلة دي من قوة من قوتين متضادتين في الاتجاه يبقى أكيد محصلة القوتين حتكون ناتج طرح القوتين وأكيد القوة اللي أكبر هي اللي حتشد الجسم في اتجاهها يبقى المحصلة لقوطين متضدتين في الاتجاه اللي الزاوية ما بينهم ايه ايوة الزاوية ما بينهم 180 درجة حتكون المحصلة بتاعتهم ناتج الطرح وحيكون اتجاه المحصلة هو في اتجاه القوة الاكبر نيجي بعد كده وقلنا ان ممكن تكون القوة دي فيما بينها زوايا ممكن القوطين يكون الزاوية ما بينهم قايمة يبقى ايزا في الحالة دي المحصلة بتاعتي حتكون الجزر التربيعي لمجموع مربع القوطين يعني الجزر التربيعي القف واحد تربيع زائد قف اتنين ايه تربيع طب ولو الزاوية ما بين القوطين ما هياش زاوية قايمة يعني ما هياش 90 درجة يبقى حاجبها واقول ان المحصلة بتساوي الجزر التربيعي القف واحد تربيع زائد قف اتنين تربيع زائد اتنين قف واحد قف اتنين جاتا ايه جاتا ايه وبعد كده حنشوف تعالى نحل مسائل على الجزئية بتاعة المحصلة وبعدين نشوف التحليل بتاع المحصلة تعالوا معي عندي هنا مسألة بتقول قوتان متعامدتان متعامدتان تبقى يا أولاد برافو سامع كل أولادي بيردوا عليهم متعامدتان يعني 90 درجة مقدارهما 18 سوق لكيلو جرام اوجد مقدار واتجاه المحصلة يبقى طالما متعامدتين يبقى القانون بتاع المحصلة بيسوي الجزل التربيعي لقاف واحد تربيع زي قاف اتنين تربيع بس نكتب الأول المعطيات بتاعتنا يبقى المحصلة بتسوي قاف واحد تربيع زي قاف اتنين تربيع أشد خط وعمل هامش واكتب في المعطيات إن أنا عندي قاف واحد بتسوي تمانية سوق لكيلو جرام وقاف اتنين بتسوي خمستاشر سوق لكيلو جرام تمام والزاوية ما بينهم اللي هي زاوية بتسوي 90 درجة تعالوا نعوض ونحط حا تحت حا ويساوي تحت يساوي ونحط الجزل بتاعنا ونحط مكان القاف واحد تمانية فتبقى تمانية والزاوية زايد نحط مكان القاف اتنين خمستاشر تبقى خمستاشر والزاوية يبقى المحصلة بتاعتي هتساوي 17 وطبعا هنا القوة كان دخلها بالسوق لكيلو جرام يبقى الناتج برضو بالسوق لكيلو ايه بالسوق لكيلو جرام تعالوا ناخد مثال تاني بيقول لي قوتان مقدارهما ستة وعشرة نيوتن ستة وعشرة ايه نيوتن تؤثران في نقطة مادية تؤثران في نقطة مادية والزاوية بينهما ستين درجة طيب طالما ستين درجة يعني مش قايمة يعني مش تسعين يبقى لها قانون تتحلل وحده اوجد مقداره اتجاه المحصلة يبقى انا احاول كده ان قاف واحد بتساوي ستة وقاف اتنين بتساوي عشرة عشرة وستة ايه نيوتن عشان الناتج اللي حييجي في نهاية المسألة لازم اكتب جنبه ايه نيوتن وطبعا الزاوية ما بينهم ستين درجة ناخد المعطيات بتاعتنا ونروح نحل مسألتنا يبقى انا عندي المحصلة طالما الزاوية ما هياش تسعين يعني زاوية بس ما هياش قايمة يبقى المحصلة بتساوي الجزر التربيعي لقاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتا ايه؟ جتا يه تعال نعوض يبقى المحصلة بتساوي حط الجزر قاف واحد بستة يبقى دي ستة قس اتنين هنزل الزائد قاف اتنين بعشرة يبقى عشرة قس اتنين زائد اتنين وحتنضرف في قاف واحد قاف اتنين يعني ستة وعشرة يبقى في ستة في عشرة كل الكلام ده مضروف في جتا ايه؟ يعني جتا الزاوية الايه؟ جتا الزاوية الستين طبعا نقفل القوس وبكده تبقى المحصلة بتاعتي بتساوي 14 ايه؟ برافو 14 نيوتن ليه 14؟ هي 14 عشان الحساب انما ليه نيوتن؟ لان القوى اللي دخلت دخلت برضو بالايه؟ دخلت برضو بالنيوتن طب تعالا بيقول لي انا علشان اجيب ميل المحصلة اقول ان زاهه او ظل الزاوية بتاع المحصلة بيساوي قاف اتنين جايه على قاف واحد زائد قاف اتنين جاتا ايه؟ يه؟ تعالا نعوض هحط يساوي تحت يساوي وحط الكسر قاف اتنين اللي كانت بعشرة والزاوية يهكت بستين تبع عشرة جايه ستين نحط ما كان القاف واحد كام؟ ستة وزاقد قاف اتنين كانت بعشرة جاتا ايه؟ يابقى جاتا ايه؟ جاتا ستين طبعا انا هنا الزا هيه هتساوي عشرة جا ستين هتديني خمسة جزر تلاتة والمقام عشرة جاتا ستين واجمحهم على ستة فهتديني احداشر بس ده ظل الزاوية ظاهه ظل الزاوية طب والزاوية تبقى بتساوي كام؟ اعمل ايه بقى؟ اعمل على الحزبة بتاعتي للخمسة جزر تلاتة على احداشر فتطلع الزاوية بتاعتي تمانية وتلاتين وثلاتاشر دقيقة تمانية وتلاتين درجة وثلاتاشر ايه؟ دقيقة طيب جي هنا بيقول لي ان انا عندي اوجد مقدار واتجاه محصلة قوتين سبعين وسبعين خلي بالك القوتين هنا ايه؟ قوتين متساويين القوتين متساوياتان يبقى لهم قانون حل يطلع في خط واحدة اذا كانت الزاوية بينهما ستين درجة فييبقى عندي قف واحد بتساوي سبعين وقف اتنين برضو سبعين يعني اللي اتنين زي بعض والزاوية ما بينهم ستين ايه؟ درجة فاخد المعطيات بتاعتي اللي هي قف واحد وقف اتنين والزاوية واقول كده ان المحصلة هتساوي ايه؟ هتساوي اتنين قف جاتة يه على اتنين اتنين قف جاتة يه على ايه؟ على اتنين تعالى نقول المحصلة هه بتساوي اتنين في القاف طبعا انا قلت اتنين قاف ليه لان اي قوة في الاتنين بتساوي سبعين فيبقى اضرب اتنين في سبعين كأن كده ضربت القوتين واضربها في جتا الزاوية يهب كام بستين درجة يبقى جتا ستين على اتنين وتبقى المحصلة هنا بقت بتساوي سبعين جزر ثلاثة سقل كيلو جرام ليه سقل كيلو جرام يا مستر محمد لان القوة اللي دخلت دخلت برضو بالسقل كيلو جرام دخلت بالسقل كيلو ايه بالسقل كيلو جرام طيب بيقولك قوة معلومة مقدرها عشرة نيوتن تؤثر في نقطة واو اوجد مركبتيها في اتجاهين يصنعان معها زاويتين قياسهم ثلاثين واربعين طب بصوا كده معايا ولادي الاول احنا دلوقتي لو انا عندي قوة والقوة دي ميلة فانا باجي اجيب القوة الميلة بالتحليل انما دلوقتي عندي قوتين والقوتين دولة فيما بينهم زاوية او قوة والقوة دي ميلة على مركبتين المركبتين دول فيما بينهم زاوية يبقى انا عندي دول مركبتين اهمت ودي القوة اللي موجودة عندي القوة اللي موجودة هنا بتميل على واحدة بزاوية تلاتين وبيتميل على واحدة بزاوية اربعين يبقى انا دلوقتي اقدر اجيب مقدار القوة لو عندي قوة وعايز اللي هي المحصلة انا في الاول كنت عندي قوة وبجيب مقدار المحصلة المرة دي انا عندي المحصلة وانا عايز اجيب مقدار الايه مقدار القوة تعالى كده نشوف مع بعض هنجيبها ازاي بيقول لي هنا قوة معلومة مقدارها عشرة نيوتن نبص كده مع بعض على المسألة بيقول لي قوة معلومة مقدارها عشرة نيوتن تؤثر في نقطة واو اوجد مركبتيها في اتجاهين يصنعان معها زاوياتين قياس هما تلاتين واربعين انا عندي محصلة وعايز اجيب المركبتين اللي هما كانوا القوةين اللي كانوا جايبين المحصلة عايز اجيب القوةين اللي جابوا المحصلة قد ايه كل قوة مقدارها قد ايه نبص مع بعض كده نشوف المسألة وحنحلها ازاي المسألة بتقول قوة معلومة نبص مع بعض بتقول قوة معلومة مقدارها عشرة نيوتن تؤثر في نقطة واو اوجد مركبتيها في اتجاهين يصنعان معها زاويتين قياسهما قياسهما 30 و40 درجة يبقى انا دلوقتي عند المحصلة بتساوي 10 والزاوية الاولى هيه 1 بتساوي 30 درجة والزاوية التانية هيه 2 بتساوي 40 درجة يبقى انا لو جيت اجيب القوة الاولانية هقول ايه هقول ان القوة الاولانية بتساوي المحصلة مضروبة في جا دي قوة الاولى يبقى المحصلة مضروبة في جا الزاوية التانية على جا مجموع الزاويتين هيه 1 زاenes 2 يبقى كتب كده قف 1 بتساوي المحصلة كانت بتساوي كام بتساوي 10 مضروبة في جا هيه 2 هيه 2 ب40 يبقى 10 جا 40 ونحط تحت جا الزاوية الاولى 30 والتانية بكام ب40 يبقى جاة 30 زائد 40 يبقى هنا القوة دي بتساوي اعملها على الالحسبة 46 و 43 من 100 نيوتن نيجي بعد كده نجيب القوة التانية بتساوي مش دي القوة التانية يبقى دي المحصلة مضروبة في جاة هه واحد طالما دي القوة التانية يبقى المحصلة حتتضرف في جيب الزاوية الاولى اقول قف اتنين بتساوي المحصلة بتاعتي كانت بعشرة في جاة هه واحد يعني جاة 30 على جاة 30 زائد 40 اللي هما الزاويتين يبقى جاة 30 زائد ايه 40 يبقى الناتج بتاعي بخمسة و 2 و 30 من 100 نيوتن طيب انا دلوقتي اولاد عرفت اجيب قوتين من محصلة ارجعوا لي كده تاني انا عندي دلوقتي عرفت اجيب القوتين اللي ناتج منهم المحصلة طب انا لو عندي مجموعة قوة بتأثر في نقطة اجيب المحصلة بتاعتهم ازاي يعني انا لو عندي نقطة والنقطة دي بتشدها من هنا قوة وبتشدها من هنا قوة وبتشدها من هنا قوة وبتشدها من هنا قوة اقدر اجيب القوة المحصلة اللي بتأثر على النقطة اقدر اجيبها بس ازاي مستر محمد بالتحليل فاكرين لما كنا بنحلل اي قوة ميلة للمركبتين متعمدتين اه كنا بنحلل كل قوة عن طريق اننا احللها على المركبة الافقية وعلى المركبة الرأسية يعني اي قوة ميلة كنت بحللها على مركبتين مركبة افقية ومركبة رأسية بس لما كنت بحللها كنت بحللها مرة بالجتة ومرة بالجاة الجاة اللي هي جيب الزاوية والجاتة اللي هي جيب تمام الزاوية طب لما باجي حللها بالجاتة تتحلل على أني مركبة من دول لا مش مركبة بعينها بس أنا لو قلت أني دي قوة بتميل على الأفقي بزاوية 30 يبقى كده الضلع الأفقي أو المركبة الأفقية هي اللي بتحصر الزاوية ما بين المركبة الأفقية وما بين القوة يبقى تتحلل هنا بالجاتة طب لو القوة دي كده وبتبعد عن المركبة الرؤسية زاوية مثلا 30 أو 45 أو 60 يبقى طلامة المركبة الرؤسية هي اللي بتحصر القوة بتحصر الزاوية ما بينها وما بين القوة يبقى إذن المركبة اللي بتحصر الزاوية هي دي اللي تتحاول عليها بالجاتة يبقى أنا هحلل القوة مرة بالجاتة ومرة بالجاة تعال نشوف المثال اللي احنا هنحله ونتدرب عليه نبص مع بعض كده بيقول لي إذا كانت ميم نقطة مادية إذا كانت ميم نقطة مادية تؤثر فيها القوة 6 وجزر 3 و 4 و 11 و 4 جزر 3 نيوتن أنا عندي 1 2 3 4 5 قوة والقوة دي بتتأس بالنيوتن في اتجاهات أنا ممكن يقول لي بيتميل على الأفق بكذا وبيتميل على الرأس بكذا إنما هنا أنا جايب لك مثال جديد بيديني باتجاهات في الشرق وفي الشمال وهكذا إبقى أنا عندي اللي اتجاهات بتاعتي 60 درجة في اتجاه شمال الشرق طب تعمل لها مستر محمد قبل ما تكمل ما تيجي نحط المحاور الأفقية والرأسية ونقول إن أنا عندي قوة الأول 6 الستة دي قال إنها بيتميل من تتاخد أول قوة مع أول ميل قال لي في اتجاهات 60 في اتجاه شمال الشرق ده كده الشمال وده كده الشرق ودي القوة الستة يبقى بيتميل 60 درجة في شمال الشرق يبقى بيتميل هنا على الأفق 60 درجة طيب والقوة التانية اللي هي أربعة قال لك في اتجاه الشمال يبقى اكتب هنا في اتجاه الشمال القوة اللي هي جزر ثلاثة آسف تاني قوة على طول اللي هي جزر ثلاثة يبقى جزر ثلاثة هي اللي في تجاه الشمال طب والقوة أربعة قال 60 شمال الغرب أدي الشمال وأدي الغرب يبقى أنا حرسم القوة هنا اللي هي أربعة وده اللي اسمه شمال الغرب يبقى هي طالعة في الاتجاه ده يبقى هي بتميل 60 درجة على الأفقي نيجي بعد كده اللي بعديها اللي هي رقم 11 القوة اللي مقدرها 11 ودي بتتجه في اتجاه مين في اتجاه الغرب يبقى أنا أخد كل قوة واخد أول أول قوة مع أول اتجاه ثاني قوة مع ثاني اتجاه ثالث قوة مع ثالث اتجاه وكذا فضل القوة اللي قال ل 4 جزل 3 قال 30 درجة جنوب الشرق ادي الجنوب ودي الشرق يبقى القوة عندي في الاتجاه ده والاتجاه ده دلوقتي يبقى بياميل كام 30 درجة كده انا حطيت القوة بزواياها اروح انقلهم بقى واروح اعمل عملية التحليل ادي القوة بالزوايا اللي انا خدته هروح اعمل مركبة رأسية ومركبة افقية بس في الاول لو عندي حاجة على الرأسي وحاجة على الافقي تعمل ايه تحطها زي ما هي يعني عندي الجزل 3 هنا على الرأسي و11 على الافقي فحط الجزل 3 مكانها وال11 مكانها تعالى نبدأ نحلل الستة مش الستة بتميل على الافقي 60 يعني دي المركبة اللي بتحصر الزاوية ما بينها وما بين القوة اه يبقى حكتب هنا ستة جتة 60 حطيت هنا الجتة لان دي المركبة اللي بتحصر الزاوية وطالما كتبت هنا ستة جتة 60 يبقى كتب فوق هنا ستة جاة 60 تعالى نجيب القوة دي القوة دي اربعة بتميل على الافقي بزاوية 60 يبقى القوة اللي اربعة تتحلل تحت هنا بالجتة وتتحلل هنا بالجاة للزاوية دي يبقى كتب هنا فاضل الاربعة جزر 3 الاربعة جزر 3 بتميلة هي على الافقي بزاوية 30 يبقى تتحلل الاربعة جزر 3 جتة 30 هنا على الافقي وتتحلل هنا على الرأسي يبقى كتب هنا اربعة جزر 3 جتة 30 لان دي المركبة اللي بتحصر الزاوية وهنا أربعة جزر ثلاثة جاة ثلاثين تعال بقى أنا كده امتقلت من مرحلة أن أنا رسمت القوة بزواياها وبدأت أعمل عملية التحليل للقوة تعال نجيب كل مركبة من المركبات الرأسية والأفقية حتسوي كامل طبعا المركبة الأفقية اللي هي السين والمركبة الرأسية اللي هي الصاد يبقى أنا أخذ الرسمة بتاعتي وأقول إن السين بس خلي بالك من حاجة مهمة الجزء اللي في الاتجاه اليمين ده بالموجب والجزء اللي في الاتجاه اليسار ده بالسالب يبقى تعال نكتب أي حاجة في اليمين بالموجب وأي حاجة في اليسار بالإيه بالسالب فحكتب كده ستة جاة ستين زائد أربعة جزر ثلاثة جاة تلاتين يبقى ده كل اللي في اليمين ناقص حداشر ناقص كمان أربعة جتة ستين يبقى أنا كده خدت كل اللي في المركبة في الاتجاه السيني بالموجب وكل اللي في مركبة الاتجاه السيني بالسالب اليمين بالموجب واليسار بالسالب يبقى كده السين حتساوي سالب أربعة نيوتن سالب أربعة إيه؟ نيوتن تعالى نجيب الصاد فناخد كل المركبة الرأسية اللي فوق بالموجب واللي تحت بالإيه؟ بالسالب فنكتب جزر ثلاثة اللي بعديها زائد ستة جاة ستين زائد اللي بعديها أربعة جاة ستين ونجيب اللي تحت بالسالب يبقى ناقص أربعة جزر ثلاثة جاة تلاتين يبقى الصاد عندي حتساوي أربعة جزر ثلاثة نيوتن استنى احفظ بقى قبل منقل السين بتساوي سالب أربعة نيوتن والصاد بتساوي أربعة جزر ثلاثة إيه؟ نيوتن ليه بقى؟ لأننا بقى عندي قوتين متعامداتين دلوقت واحدة السين على المركبة الأفقية وواحدة صاد على المركبة الرأسية يبقى دلوقت طالما قوتين متعامدتين يبقى المحصلة بتاعة مجموعة القوة عند النقطة دي بتساوي الجزر التربيعي لمجموع مربعاتهم يبقى السين بتساوي سالب أربعة نيوتن والصاد بتساوي أربعة جزر ثلاثة نيوتن يبقى المحصلة هتساوي الجزر التربيعي لسين تربيع زائد صاد إيه؟ زائد صاد تربيع يبقى المحصلة حتساوي الجزر التربيعي السين كاب بسلب 4 فاكتب سلب 4 تربيع زائد الصاد كاب ب4 جزر 3 يبقى 4 جزر 3 تربيع يبقى المحصلة حتساوي جزر 64 حتديني 8 نيوتن كده أنا جبت مقدار محصلة كل القوى اللي كانت موجودة عندي طيب واتجاه المحصلة يبقى فين اتجاه المحصلة اقول ان زاهي بيسوي صاد على سين الصاد كانت ب4 جزر 3 والسين كانت بسالب 4 يبقى ظل الزاوية بيسوي سالب جزر 3 اعمل شفت تان او انفرس تان على الالحزبة فيقول ان الزاوية بتاعتي 120 درجة طبعا من المركبة الاولى طيب انا دلوقتي عرفت احلل القوى لو جيت وجبتلك تمرين وقلتلك ان انا عندي مجموعة من المسائل على ايه الاسئلة النظرية لازم تبقى عارف ان انا تعريف القوى هي مجموعة القوى هي مؤثر لا يرى ولكن يستدل عليه بنتائج تأثيره او هي مؤثر يحاول في تغيير حالة الجسمة من السكون الى الحركة او من الحركة الى السكون والقوى بتاعتي بتتأثب ايه بالسوق لجرام او بالسوق لكيلو جرام او بالنيوتن او بالضايم يبقى دي وحدات قياس القوى طب كان عندنا قعدتين متشابهتين يا ولاد القاعدة الاولى كان اسمها قاعدة لامي والقاعدة التانية كانت قاعدة مسلس القوى واحدة انا من خلالها بعمل تطبيق عن طريق الزوايا بقول ان كل قوى لو عندي ثلاث قوى بتأثر في نقطة حقول ان كل قوى بتتناسب مع جيب الزاوية ما بين القواتين التانية لو عندي ثلاث قوى متجهين كلهم مؤثرين في نقطة يبقى كل قوى بتتناسب مع جيب الزاوية ما بين القواتين التانية وقلت ان انا لو عندي مسلس والمسلس ده بتأثر على اضلاعه مجموعة من القوى عفوا فانا ممكن امثلها بثلاث قوى في ثلاث اتجاهات او لو عندي ثلاث قوى حمثلها باضلاع مسلس وحيبقى كل قوى بتأثر على طول الضلع اللي بتأثر عليه فتبقى هنا القوى بتتناسب مع طول الضلع انما اللي قابليها كانت القوى بتتناسب مع الزاوية ما بين الضلعين الاخرين طيب تعال كده نحل مسائل على قاعدة لامي وقاعدة مسلس القوى نبص مع بعض على المثال بيقولك وضع جسم نبص كده على المثال وضع جسم وزنه 9 سقل كيلو جرام على مستوى املس يميل على الافق بزاوية 30 درجة وحفظ اتزانه بواسطة قوى اوجد مقدار القوى ورد فعل المستوى اذا كانت القوى دي تعمل في اتجاه لاعلى المستوى تعال نرسم المستوى طبعا عندي هنا القوى افقية فحطبق قاعدة لامي فحقول دلوقتي ان ده المستوى وده الجسم وبعدين الوزن دايما بيأثر لتحت والوزن ده اللي قال لي عليه بتسعة سقل كيلو جرام فحقول ان القوى هو طلب مني بقى هنا القوى انها تكون لأعلى المستوى مش انها تكون افقية فيبقى القوى بتأثر لأعلى المستوى وكمان عندي رد فعل المستوى الاعلى عمودي على المستوى دايما رد الفعل عمودي على الحاجة اللي بيأثر عليه يبقى اذا انا عندي في قوى بتأثر لأعلى وفيه رد فعل عمودي على المستوى يبقى انا لازم هنا احط زوايا ما بين كل قوى والتانية بس خلي بالك من حاجة ان المستوى بيميل هنا بزاوية تلاتين درجة يبقى اذا انا لو حبيت احط زوايا دي كده زاوية قايمة طيب انا دلوقتي دي زاوية قايمة يعني تسعين درجة طب انا ممكن اجيب بقية الزاوية دي ازاي هو مش ده كده مسلس دي زاوية تلاتين ودي زاوية تسعين اكيد الزاوية دي ستين لما تكون الزاوية دي اللي في الركن ده ستين ودي زاوية قايمة بتسعين يبقى ستين وتسعين مية وخمسين يبقى دي كلها مية وخمسين درجة الدائرة الكاملة دي تلتمية وستين درجة يبقى تسعين ومية وخمسين ميتين واربعين يبقى اكيد الزاوية دي هتبقى كام مية وعشرين لان مية وعشرين ومتين واربعين تلتمية وإيه تلتمية وستين كده انا جبت الزوايا اروح بقى احط كل قوة على جيب الزاوية المقابلة ما بين القوتين الاخراتين فحقول كده القوة قاف على مين بص الزاوية دي كام مية وخمسين يبقى اكتب جا مية وخمسين قوة تانية رد الفعل هنا القوتين التانيين هم يبقى الزاوية ما بين القوتين دول مية وكام مية وعشرين طب والوزن التحت بتسعة يبقى الزاوية ما بين القوتين التانيين كام تسعين هروح جاي بقى اواخد كل دول كده انا عندي هنا كسر في جزء مجهول وكسر في جزء مجهول والكسر ده فيه اللي تكله ايه معلوم فحاخد الكسر بتاعي اخد جزء مجهول مع جزء معلوم وجزء مجهول مع جزء معلوم عشان بالمقصة جيب قيمة الرمز المجهول يبقى انا حاول كده ان انا عندي قاف على جا 150 بتساوي 9 على جا 90 يبقى انا لو عملت مقص دلوقتي يبقى القوة قاف هتساوي 9 في جا 150 على جا 90 يبقى حكتب كده جا 150 في التسعة على الجا 90 يبقى هنا القوة هتكون بتساوي بالقالة الحسبة 4.5 سقل كيلو جرام ليه؟ لان التسعة دي كانت 9 سقل كيلو جرام تعالى ناخد الطرف التاني واقول كده ان ره اللي هو رد الفعل على جا 120 بيساوي 9 على جا 90 وبالتالي يبقى الريح هتساوي هاخد الطرفين دول لما الطرفين لو عملت مقص كده وكده يبقى انا عندي الريح هتساوي الجا 120 في 9 على الجا 90 وبالتالي ره هتكون بتساوي 7.5 سقل كيلو ايه؟ كيلو جرام طيب انا كده خدتها بالزوايا طب افرد بيقول لك مصباح وزنه 10 نيوتن رأسي متعلق المصباح ده رأسي من سخف حجرة بواسطة سلك طوله 75 سنتيمتر وجزب المصباح بقوة افقية مقدرها قاف حتى اصبح على بعد 60 سنتيمتر من سقف الحجرة تاني من الاول المصباح وزنه 10 نيوتن متعلق رأسي في سقف حجرة يعني المصباح واقف كده ووزنه طبعا اكيد للأسفل ويه؟ بواسطة سلك 75 سنتيمتر يبقى السلك الرأسي ده 75 سنتيمتر بيقول لي جزب المصباح بقوة افقية لازم اقرأ المسألة كواس جد القوة الافقية ده مقدرها قاف حتى اصبح على بعد 60 سنتيمتر من سقف الحجرة اه يعني السلك بقى مائل طب تعالا نشوف المصباح كان متعلق هنا كده والطول ده كان 75 شدته القوة دي بقى السلك هنا هو اللي مائل 75 وبقى بيبعد عن السقف هنا 60 يبقى ده الوزن بتاع المصباح 10 نيوتن ودي القوة اللي شدته بيقول لي اوجد مقدار القوة قاف وكذلك الشد في الخيط انا بقى عندي هنا شد في الخيط او في السلك او في الحبل اللي شايل المصباح نقوم نعمل ايه؟ نقوم نقول لازم احط اطوال الاضلاع حسمي المسلس بتاعي الف بهجيم او الف به ميم وبعدين السلك ده كان طوله 75 واللي ارتفاع ده 60 يبقى ده 60 وده 75 وإيه؟ و70 يبقى لازم اجيب طوله الضلع ده لازم الاطوال الاضلاع كلها تكون موجودة عندي وبالتالي طالما ده كده مسلس قائم الزاوية حستخدم نظريت في سغورس الضلع اللي انا عايز اجيبه ده ده مش الوطر ده ضلع غير الوطر فحقول كده المسلس بتاعه اللي متأثر عليه القوة مسلس القوة بتاعي حقول كده انه الف به تربيع الضلع ده تربيع طالما ده مش الوطر يبقى بيساوي الوطر تربيع ناقص الضلع التاني يبقى حيساوي الف ميم تربيع اللي هو الوطر ناقص ميم به تربيع الف به تربيع يا ولاد بيساوي ميم الف اللي بيساوي خمسة وسبعين يبقى خمسة وسبعين تربيع ناقص الميم به بستين يبقى ستين تربيع يبقى الف به تربيع حيساوي الفين خمسة وإيه وعشرين بس ده الف به إيه تربيع انا عايز الف به بس يبقى الف به حيساوي الجزر التربيعي لالفين خمسة وعشرين يبقى حيساوي خمسة واربعين سنتيمتر يبقى الضلعة الف به او به الف ده بقى بيساوي 45 سنتيمتر نعمل ايه مستر محمد نحط 3 كسور بيساوي بعض يبقى انا هاخد المسلس بتاعي اللي هو الف مين به يبقى ده مسلس القوة وحط التلات كسور بيساوي بعض واقول ان كل قوة بتأثر على الضلع اللي موجودة بتشده او بتأثر عليه يبقى انا هقول كده ان العشرة نيوتن بص كده بتشد مين بتشد الضلع اللي اسمه به مين او مين به يبقى عشرة على مين ايه على مين به بتساوي القوة قاف بتأثر على مين بتأثر على الف به اهيه في نفس المستوى بتاعها يبقى ديها بتأثر على الف به والقوة شين بتأثر على مين اهي موجودة ده الشد على الخط ده يبقى الشد ده بيأثر على الف مين كده بقى الكسر بتاعي اطول الاضلع اللي هي مين به اللي بتسوي ستين والف به خمسة واربعين والف ميم بتسوي خمسة وسبعين اذا ده كله بقى معلوم وده في مجهول وده في مجهول فاخد الكسر بتاعي وعوض فيه عشرة على ميم به اللي بستين بتسوي قاف على الف به اللي بيسوي خمسة واربعين بتسوي شين اللي انا عايز اجيبها على الضلع اللي بتأثر عليه اللي هو الف ميم اللي بيسوي خمسة وايه وسبعين اروح جاي واخد الكسر بتاعي زي ما هو كده وانقله وبعدين اقسم الورقة بتاعة نصين واخد جزء معلوم مع جزء مجهول جزء معلوم مع جزء مجهول واكتب عشرة على ستين بتساوي القوة قاف على خمسة واربعين يبقى القوة قاف بتساوي نعمل مقص يبقى خمسة واربعين في عشرة او عشرة في خمسة واربعين على ايه على ستين يبقى عشرة فيه خمسة واربعين على ستين يبقى القوة قاف بتاعتي حتساوي سبعة ونص نيوتن لان العشرة دي كانت عشرة نيوتن نيجي بعد كده نروح ناخد الجزء المعلوم مع جزء اخر مجهول ونكتب كده عشرة على ستين بتساوي الشد شين على خمسة وايه على خمسة وسبعين وبالتالي تبقى شين بتساوي اكيد حقول عشرة في خمسة وسبعين على ايه على ستين كأنني بعمل مقص يبقى انا عندي عشرة في خمسة وسبعين على ستين يبقى الشد بتاعي بيساوي اتناشر ونص نيوتن انا كده خدت مثال على قاعدة لامي ومثال على قاعدة مسلس الايه القوة دلوقتي بيقول لي ان انا عندي ثلاث قوة مستوية عشرين وقف واحد وقف اتنين سقل كيلو جرام متلاقية في نقطة واحدة ومتزنة وايه ومتزنة فاذا كانت الزاوية بين القوتين الاولى والتانية خمسة وثلاثين درجة وبين القوتين الاولى والتالتة تسعين درجة اوجد مقدار القوة مستر محمد نعم انت دلوقتي المسألة دي على ايه قلمك في ايدك ورقتك او كراستك وارسم دول تلات قوة بيقول لي في زوايا ما بينهم فحروح جاي رايح بيقول لي ان القوة الاولى عشرين ادي عشرين والقوة التانية قف واحد والقوة التانية تالتة قف اتنين بيقول لي الزاوية ما بين القوتين الاولى والتانية مية خمسة وتلاتين يبقى دي الاولى ودي التانية اكتب ما بينهم زاوية خمسة وايه وثلاثين وما بين الاولى والتالتة دي الاولى ودي التانية ودي التالتة ما بين الاولى والتالتة تسعين درجة بيقول لي اوجد مقدار القوتين قف واحد وقف ايه وقف اتنين يبقى دي اكيد قاعد تلامي عشان عندي تلات قوة وعندي زوايا اهم حاجة موجودة عندي ان انا اعمل ايه ان انا اجيب الزاوية التالتة عشان اقول كل قوة بتتناسب مع جيب الزاوية ما بين القوة اين التانية يتجابوا ازاي مشان عندي الدايرة الكاملة هنا 360 درجة اه يبقى اجمعت 135 وتلاتين وتسعين واطرحهم من 360 اقول 360 ناقص 535 زي 90 يبقى الزاوية ما بين القوة التانية والتالتة هتساوي ايه ما بين التانية والتالتة هتساوي 360 درجة اللي هي الدايرة الكاملة او الزاوية الكاملة ناقص نجمع بقى 135 ناقص 90 يبقى الزاوية اللي بقى عندي 135 درجة يبقى الزاوية دي 135 ايه درجة ناخد الرسمة وبعدين ناخد منها كل قوة بتتناسب مع جيب الزاوية يعني هقول كده 20 علاجة 135 العشرين هنا والزاوية ما بين القوة التانية مية خمسة وايه وتلاتين وبعدين نقول قف واحد علاجة ايه زاوية اللي ما بين القوة التانية اللي وراها على طول علاجة تسعين وبعدين نقول قف اتنين علاجات زاوية اللي ما بين القواتين التانين هيبقى علاجات 105 و30 ناخدهم ونقسم ورقتنا وناخد طبعا ده كله معلوم وده في طرف مجهول وده في طرف مجهول فناخد كسر معلوم مع كسر في طرف مجهول يبقى كتب كده 20 علاجات 135 بتساوي قف واحد علاجات 90 وأقول إن القف واحد بتساوي أعمل مقص وأقول العشرين في الجاة 90 علاجات 135 يبقى القف واحد حتساوي 20 جزر 2 سقل كيلو جرام ليه؟ لأن العشرين دي أساسا كان مدالي بالسقل كيلو جرام يبقى أي قوة حتيجي بعد كده برضو تيجي بالسقل كيلو إيه؟ بالسقل كيلو جرام تعال ناخد برضو الطرف المعلوم وحطه هنا يبقى عندي عشرين على جاة 135 واخدوا الطرف التاني يبقى قف اتنين على جاة 135 يبقى عندي قف اتنين حتساوي يبقى عشرين في جاة 135 على جاة 135 يبقى هنا القوة التانية قف اتنين بتساوي عشرين سقل كيلو جرام يبقى أنا كده قدرت أجيب القوة عن طريق تناسب الزوايا اللي هي قاعدة لامي بعد كده أولاد حنبدأ نشوف مع بعض إن أنا عندي ممكن القوة دي تكون موجودة على مستوى واحد وده اللي احنا خدنا في العزوم والعزوم قلنا إن العزم عبارة عن إن عندي قوة بتأثر على الجسم لمسافة معينة أو بتأثر على محور الجسم والتبعد عن محوره أو مركزه مسافة معينة كنت قلتلكم إن أنا لو عندي زراع دي القوة وده طول الزراع يبقى العزم عندي عبارة عن القوة في زراحة عبارة عن القوة إيه؟ في زراحة طب نخلي بالنا هو وحدة العزم تكون بالإيه؟ نشوف هو العزم ده دلوقتي بيتكون من إيه؟ من قوة وطول زراع من قوة وطول إيه؟ وطول زراع القوة ممكن تتقاس بالإيه؟ القوة ممكن تتقاس بالسوقل جرام القوة ممكن تتقاس بالسوقل كيلو جرام القوة ممكن تتقاس بالنيوتن القوة ممكن تتقاس بالضين يبقى سوقل جرام سوقل كيلو جرام نيوتن وضين طيب والزراع يتقاس بإيه؟ الزراع ده وحدة طول وحدة الطول بتتقاس يا بالسنتيمتر يا بالمتر وبالتالي لو أنا عندي القوة بالجرام والزراع بالسنتي يبقى وحدة العزم جرام سنتيمتر لو القوة عندي بالسقل كيلو جرام والزراع بالسنتي يبقى سقل كيلو جرام مضروب في سنتيمتر سقل كيلو جرام سنتيمتر لو ده القوة بالسوق لكيلو جرام والزراع بالمتر يبقى سوق لكيلو جرام متر طب ولو عندي نيوتن القوة بالنيوتن والزراع بالسانتي يبقى نيوتن في سانتي متر لو عندي ضاين يبقى ضاين في سانتي متر طب ولو كان الزراع بالمتر يبقى نيوتن في متر او ضاين في سانتي متر يبقى انا كده حقدر اعمل عملية حساب للعزم ولكن العزم ده حقيسه فين حقيسه مثلا على قضيب بتأثر عليه قوة حقيسه مثلا على قضيب بتأثر عليه وزنه ومجموعة قوة في اتجاهات متضادة ولا كلها في اتجاه واحد يبقى أنا دلوقتي لازم أحدد ولازم نبقى عارفين ولازم نبقى حفظين إن العزم عندي العزم ده بيكون له إشارة يما إما تكون الإشارة بتاعة العزم إشارة مجابة أو تكون إشارة سالبة طب إمتى الإشارة حتكون مجابة لما يكون اتجاه الدوران بتاع العزم في عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى لما يكون اتجاه القوة بتاعة العزم في عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى دلوقتي العزم بتاعي موجود بالموجب ولو كان العزم بتاعي موجود في اتجاه عقاري بالساعة يبقى موجود بالسالب تاني لو في اتجاه عقاري بالساعة يبقى بالموجب ولو عكس اتجاه عقاري بالساعة يبقى بالإيه بالسالب أهم حاجة أن أحدد القوة اللي موجودة عندي وأخد العزوم عند نقطة وخلي بالي إن لو القوة دي مربوطة في نفس النقطة اللي أنا باخد عندها العزم يبقى زراع العزم بيساوي صفر يبقى زراع العزم بيساوي إيه؟ بيساوي صفر ولو كانت القوة دي بتبعد مسافة يبقى زراع العزم بيساوي بعد القوة دي عن النقطة وما ننساش إن أنا مجموع العزم حول نقطة عند جسم متزن متزن يعني ثابت في حركته أو في سكونه يبقى مجموع العزم عند أي نقطة عند الجسم متزن يبقى حاتساوي صفر العزم كله بيساوي إيه؟ صفر ولو عندي مجموعة قوة بتأثر لأعلى ومجموعة قوة بتأثر لأسفل يبقى إذن طالما الجسم متزن يبقى مجموع القوة للأعلى بتساوي مجموع القوة للأسفل أكيد لأن الجسم متزن لأن القوة اللي كانت لأسفل لو كانت هي اللي مقصرة كتر وما بتسويش اللي فوق أكيد الجسم ما كانش حيتزن حيحصل له كسفة أو كانت حيحصل له حركة ومجموع القوة للأعلى إذا كانت بتشد مثلا بحبل قضيب أو آلة أو أي حاجة والقوة اللي كانت لأعلى أكتر من القوة للأسفل أكيد القضيب ما كانش حيتزن مكانه وكان حيتحرك في اتجاه تاني تعالوا نحل أمثلة على العزم نشوف مع بعض المثال اللي معنا كده بيقول إيه؟ بيقول إن ألف به رافعة بسيطة ألف به رافعة بسيطة منتظمة المقطع طولها تسعين سانتي ووزنها 12 سقل كيلو جرام أكيد من غير ما يقولي طالما منتظمة المقطع الكلمة اللي جاية بعد وزنها 12 سقل كيلو جرام يؤثر في منتصفها طالما القضيب ده منتظم يبقى أكيد الوزن موجود في المنتصف علقت أسقال أربعة وخمسة وتلاتة سقل كيلو جرام اتعلقت فين؟ خلي بالك القضيب اسمه ألف به اتعلقت عند ألف وعند به وعند جيم على الترتيب بس جيم بتقع فين؟ على بعد 30 سنط من الطرف به اوجد النقطة التي يجب أن يعلق منها الرافعة حتى تتازم يبقى في البداية لازم أعمل إيه؟ لازم أرسم القضيب بتاعي وسميه ألف به وما ننساش أنه طوله 90 ووزنه 12 والي 12 دي في المنتصف يبقى الطول بتاعي 90 والوزن 12 لازم يكون في المنتصف يبقى وزنه كده 12 أكيد دلوقتي المسافة من هنا من نقطة التأثير القوة دي لحد ألف بتسوي 45 ومن النقطة دي لحد به برضو بتسوي 45 طيب يبقى المسافة دي 45 بيقولي بقى أن أنا عندي المجموعة القوة دي اللي هي 4 و 5 و 3 بتأثر فين؟ بتأثر عند ألف وبتأثر عندي به يبقى اللي أربعة بتأثر عند ألف يبقى أنا عند ألف حسحب قوة لتحت كده واكتب على أربعة وعندي به برضو في قوة كمان حتأثر اللي هي القوة التانية اللي هي كانت بخمسة طيب جميل طيب والقوة اللي هي جيم قال على بعد 30 سنتيمتر من الطرف به يبقى أنا حبعد عن به كده 30 ونزل القوة بتاعتي اللي هي القوة بتاعتي اللي هي 3 يبقى أنا عندي دلوقتي القوة 3 بتبعد عن الطرف به بـ 30 سنتيمتر يبقى أنا دلوقتي يا أولاد لو جيت أقول كل قوة بتبعد عن أي نقطة من هنا يبقى القوة 4 لو جيت أخد العزوم عند ألف يبقى القوة 4 تبعد عن ألف بصفر والقوة 12 بتبعد عن ألف بخمسة واربعين طيب والقوة 3 بصوا كده مش دول 30 ودول كلهم 90 يبقى القوة 3 بتبعد عن ألف بكام؟ بستين والقوة 5 بتبعد عن ألف بـ 90 طيب أنا لو خدت العزوم عند نقطة به يبقى القوة 5 مربوطة في به يبقى هنا بتبعد عن به مسافة صفر والقوة 3 بتبعد عن به 30 والقوة 12 بتبعد عن به 45 والقوة 4 بتبعد عن به 90 أخد العزوم عند أي نقطة تعجبني بس المهم إن أنا حدد المسافات أجي بعد كده أنا عايز أعلق بقى القضيب ده من نقطة النقطة دي تكون فين؟ علشان يبقى متزن يعني ولا يميل معايا في اتجاه اليمين ولا يميل معايا في اتجاه اليسار يبقى المحصلة بتاعة القوة دي الأعلى وأكيد المحصلة دي الأعلى يبقى بتساوي مجموعة كل القوة اللي موجودة عندي في أسفل طب تعالى نقول المحصلة دي هتبعد عن به قد إيه القوة دي هتشد القضيب لفوق وحيبقى متزن لا يحصل له ميل اليمين ولا ميل الايه للشمال طب تعالى كده نقول بقى بيبعد كام سين نروح نرسم الرسمة بتاعتنا ونقول إن أنا المحصلة بتاعة اللي الفوق طالما الجسم متزن يبقى كل اللي فوق بيساوي كل اللي تحت يبقى المحصلة هتساوي أربعة زائد اللي اتناشر زائد التلاتة زائد الخمسة يبقى أنا دلوقتي أربعة واثناشر وتلاتة وخمسة هي مجموعة القوة اللي بتأثر لتحت اللي هتسويها المحصلة اللي طالعة لفوق يبقى المحصلة بتاعتي هتسوي كام أربعة وعشرين سوق لكيلو جرام أنا كده بقيت عارف القوة اللي تحت مقدرها قد إيه واللي فوق مقدرها قد إيه فنروح بعد كده نجيب العزوم المحصلة بتساوي أربعة وعشرين يا ولاد يبقى أنا عارف القوة دي وعارف القوة اللي تحت تعالى نقول بأخذ العزوم حول نقطة به لو أخذت العزوم حوالين نقطة مين به تعالى بقى نقول يبقى انا عندي القوة اربعة بتبعد عن به كام اه بتبعد عن به بطول القاضي بحاله يبقى الاربعة بتبعد عن به بتسعين يبقى اربعة في تسعين يبقى انا دلوقتي قلت ان انا حاجيب اربعة في تسعين والي اتناشر في خمسة واربعين والتلاتة في تلاتين والخمسة في صفر ناقص اربعة وعشرين في سين يبقى انا حاجيت بعد كده مجموع القوة بتاعتي وأقول إن أنا عندي السين حتساوي مجموعة القوى اللي هي التسعمية وتسعين على أربعة وإيه وعشرين تساوي واحد واربعين وخمسة وعشرين من مية كده بقى أنا رجعت على القوى وقاعدة مسلس القوى والامي والمحصلة والتحليل والعزوم وإذا كنتوا عايزين تشوفوا كل الجديد والمزيد نترككم في رعاية الله وأمنه وإلى أن أراكم على خير أراكم بإذن الله وأترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته